اللي قالي مكنش محتاجه حراس مرمى؟ لا وبقول دايما لا لا خالص بدليل بص السنة اللي فاتت الشيناهو ملعبش آخر السبع تامن ما تشاته شوف آآ شوف علي لطفي وشوف آآ مصطفى شبير طب هل علي لطفي كان محتاجه يخرج؟ لا يعني علي لطفي برضو بقاله سنين مع النادي لالي حارس تاني سنين مش محتاج هو ملع حارس ما هو مميز مكنش محتاج يلوح فرقة ويلعب فيها أساس في حراس أول فعنده رسل كبير يلعب بره يعني ايه مش يعني هو مش لسه يعني يطلع يلعب بره فهو في النادي الاهلي دلوقتي عندك حارس كويس جدا 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 موهوب وعنده امكانات عالية جدا وما بيعملش مشاكل يعني ايه ده 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 يعني انا بقول بقول ده حارس مرمى لقطة يعني يبقى موجود مع الشيناهو الشيناهو بقاله أكتر من أربع خمس سنين بيلعب أساسي ومعاه جول مميز وجول موهوب وما بيلعبش فترات كتيرة في الموسم لما بيبقى الاهلي بيحسب الدوري أو بيحصل بعض الاصابات للشيناهو بيلعب علي وبيقدم شكل كويس فأنا أفرط فيه ليه أنا كنادي أهلي بالعكس ده علي لطفي طبعا وانت قلت لنا عنده ست سنين مع عمبي ومصطفى شو بير بقى ممكن ده بقى ممكن مصطفى بقى اللي يطلع عار عشان بتكلم في جيله محمد صبحي بتتكلم في ما احنا قلنا ممكن يبقى فيه حارسين كبار زي ما قلت عواد ومحمد صبحي معهم حارس مارما ثالث صغير في السن صح كان ممكن يبقى الشناوي وممكن يبقى علي لطفي ومحمد صغير وتستفيد بإن شو بير بذلك ما يعد سنة والسنة دي بيلعب فيها 3-4 مطشات في نهاية الموسم لا أنا لا تستفيد بإن مصطفى يطلع يلعب لو طلع أي نادي من الأنديل اللي احنا بل بنكلم عليها دي هيبقى فرصة لعبه عالية صح هتبقى طبعا فيه منافسة أكيد هتبقى أسهل شوية وهتلاقي نسبة مشاركته في الموسم ممكن لعابله مثلا عشرين مباراة في الموسم فالعشرين مباراة تدلو خبرات لما برجع الناديل أهلي برجع لو أعار سنة واثنين وثلاثة بيعنده مثلا خمسين مباراة في الدوري شارك فيها فلما برجع الناديل أهلي تدقى ان الخبرات دي تفر معا جدا في الناديل أهلي